مرحبا بكم عزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية بالصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس السادس أنوان الدرس ماذا سنفعل إذا قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب يجيب فيسبوك على استطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت سبين لسن سيكس اليونت السابع الدرس السادس ما الذي سوف نفعله إذا هو منطين تكملة يعني هو منطين مجموعة من الجمل أو مجموعة من الحالات يسألني شين رح يسوي إذا صار هذه الحالة معينة بالبداية شي يقول لي يقول لي read the conversation اقرأ المحادثة هل يمكنك أن تخمن ما هي إجابات نورة لأسئلة فراس شوف هنا محادثة بين فراس ونورة فراس يسألها يقولها where are we going أين نحن ذاهبين يقولها we are going camping نحن ذاهبين للتخييم how are we going كيف سوف نذهب buy car بواسطة السيارة what will we do if we run out of petrol what will we do if we get lost what will we do if we get lost we will fill up with petrol we will fill up with petrol سوف نملأ الوقود ونملأ السيارة بالوقود what will we do if we get lost ما الذي سوف نفعله إذا ضعنا شنة الإجابة اللي ممكن نورة جاول هي مثلا نقول له we will ask someone for directions سوف نسأل أي شخص أو شخص ما من أجل الاتجاهات يدلينا what will we do if we get hungry ما الذي سوف نفعله إذا جعنا mom and dad have made sandwiches أمي وأبي عملت لنا بعض السندويشات اللي هي اللفات اللي بعدها what will we do if it rains ما الذي سوف نفعله إذا أمطرت شنة الجواب المناسب مثلا نقول له we will get wet سوف نتبلل what will we do if we get wet ما الذي سوف نفعله إذا تبللنا نقول له مثلا we will change into some dry clothes سوف نبدل ملابسنا بملابس جافة what will we do if we see a beer ما الذي سوف نفعله إذا رأينا دب مثلا نقول له keep very still and wait for the beer to go away keep very still معنى هنبقى ثابتين بمكاننا وننتظر حتى يغادر هذا الدب what will we do if we see a snake ما الذي سوف نفعله إذا رأينا ثعبان أو حية the same thing نفس الشيء we will نفس الطريقة keep very still and wait for the snake to go away نبقى هادئين أو نبقى في مكاننا حتى تغادر هذه الثعبان yes نورا there are not any snakes or beers in New Zealand نقول له ترى ماكو أي ثعابين أو دببة في نيوزيلندا هذا كل ما يخص النشاط الأول هذا مجرد نشاط صفي بعد ما الطلاب يفكرون بالإجابات المحتملة اللي جاوبها نورا لفراس يتأكدون من حلهم فالأستاذ يشغل المقطع الصوتي رقم 54 يتأكدون من خلاله لحلهم هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي تمرين رقم واحد يقول له read the conversation again اقرأ المحادثة من نورا وفراس مرة أخرى then cover exercise A ثم غطي هذا التمرين اللي حليناه أو اللي الجمل اللي حليناها and write for us questions يقول لك حاول تكتب لي أسئلة فراس فشناه الفراس يقول لها what will we do if we run out of petrol وراها سألها عن إذا ضاعوا شنو السؤال اللي سأل لها هم يقول لها what will we do if we get lost ما الذي سوف نفعله إذا تهنا أو إذا ضعنا what will we do if we get hungry ما الذي سوف نفعله إذا جعنا what will we do if it rains نفسي كلامي العاد ما الذي سوف نفعله إذا أمطرت وهكذا مع البقية what will we do ماذا سوف نفعل if we get what ما الذي سوف نفعله إذا تبللنا what will we do if we see أبير ما الذي سوف نفعله إذا رأينا دوب أو إذا رأينا ثعبان إلى آخره هنا أنا مجرد ديري تدربني على الجمل الاستفهامية مع الف الشرطية إذا تذكرون بالدرس السابق اش قلنا قلنا لما نعني ينطيني جملتين لنفترض أنه الف بالنص أو الف بالبداية وبنهاية علامة سؤال لنفترض أنه ف جتني بالنص فهنانا لما أنا أرد أطبق القاعدة الاستفهامية نطبق القاعدة الاستفهامية على جملة المضارع البسيط لو على جملة المستقبل اتفقنا بالدرس السابق إن نطبقها على جملة المستقبل زيد قاعدة المستقبلش تقول تقول فاعل وول ومجرد هذه القاعدة العادية بالاستفهام شو سصير يصير و و و فاعل ومجرد دعنا نرى هذا كلام صحيح نحن نطبق هذه الجملة will فاعل مجرد will فاعل مجرد وهكذا مع البقية will فاعل مجرد إذا تلاحظتم أن كل الجملة الاستفهامية فبالتالي أنا طبقت القاعدة الاستفهامية على جملة المستقبل فقط اللي هي عبارة عن will زائد فاعل زائد فاعل مجرد هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد هذا مجرد انشاء صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفاوي أما تمرين رقم اثنيا يقول لي make conversation سوي لي انت محادثة لنه الاستاذ رح يختار طلاب اثنين الطالب الاول مثلا يخلق فادي موقف معين مثلا يقول له what will we do if we get cold ما الذي سوف نفعله إذا باردنا إذا الجو صار بارد شين اللي رح نسوي فالطالب الآخر يحاول يجاوب هذا السؤال بطريقة مناسبة له سنانة مثلا قالت what will we do if we get cold ما الذي سوف نفعل إذا باردنا فالطالب الآخر يقول له don't worry لا تقلق if we get cold إذا باردنا we will put on our warm clothes سوف نرتدي ملابسنا الدافع فهنا مجرد محادثة بين طلاب اثنين الطالب الأول يختار موقف هو منطين مجموعة من المواقف مثلا get lost get sick the boat sinks the motor stops مثلا نقولها what will we do if we get lost ما الذي سوف نفعله إذا تهنى أو إذا ضعنا what will we do if we get sick ما الذي سوف نفعله إذا مرضنا what will we do if the boat sinks ما الذي سوف نفعله إذا غرق القارب إلى آخره الطالب الآخر همين منطي إجابات فالطالب الآخر يقول له if we get lost إذا تهنى we will use the compass سوف نستخدم البوصلة if we get sick إذا مرضنا we will take some medicine سوف نأخذ بعض الأدوية if the boat sinks إذا غرق القارب we will swim سوف نسبح وهكذا إذا المنطين مجموعة من الحالات يسألها الطالب مجموعة من الإجابات المناسبة لهذه الحالات كنشاط صف بداخل الصف الأستاذ يختار طلاب اثنين يسمون محادثة كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي أما تمرير رقم ثلاثة write three questions to the answers اكتب ثلاث أسئلة وثلاث أجوبة شوف هنا ننسل فكرة ما التبرين اللي قبلها مثلا what will we do ما الذي سوف نفعله if we get lost إذا ضعنا فالجاوب هذا السؤال إذا ضعنا لازم شنسوي نستخدم البوصلة فأقول له if we get lost we will use the compass سوف نستخدم البوصلة what will we do if we get sick ما الذي سوف نفعله إذا مرضنا if we get sick we'll take some medicine سوف نأخذ بعض الأدوية what will we do if the motor stops ما الذي سوف نفعله إذا توقف القارب أو إذا توقف المحرك if the motor stops إذا توقف المحرك we will use the oars سوف نستخدم المجاديف هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي هذه العنشطة كون هم مخصصات على مددربك أو يدرب لسانك على استخدام if الشرطية بجمل مفيدة أما تمرير رقم أربعة يقولي complete the sentences using the endings from the box أكمل الجمل باستخدام نهايات من الصندوق نفس اللي أخذناها بالدرس السابق مثلا if Nadia gets a letter from her pen friend إذا نادية حصلت على رسالة من صديقتها بالمراسلة شن الله حيصير مثلا she'll be very happy سوف تكون سعيدة هذا النهاية المناسبة لهم if the boys lose the match إذا الأولاد خسروا المباراة مثلا النهاية المناسبة لهم أقولهم they won't like it الموضوع ما رح يجبهم she'll burn herself سوف تحرق نفسها على سب المثال if she falls into the hot path إذا سقطت في الحمام الحار if the motor stops إذا توقف المحرك على سب المثال أقولهم they'll use the oars سوف يستخدموا المجادي they'll have an accident سوف يكون هناك حادث if they ride two on a bicycle إذا قادوا اثنين في نفس الدراجة الهوائية هذا كذلك النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي لكن بعض الأساتذة من الممكن أن يجيب لي هذا التمرين بالسؤال الثالث فرعبي اللي هو سؤال التوصيل يمطين الجمل بدايات الجمل بالحقل الأول ونهاياتها بالحقل الثاني ويقول لي وصل الجمل بالنهايات المناسبة إلهم هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا كل أنشطة أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي مع عدد التمرين الأخير من الممكن الإستاذ يجيب على شكل توصيل بسؤال المفردات فحاولوا تحفظون الحلول مع التمرين الأخير لأنه ممكن يجيكم بالامتحان ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلين على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف